موسيقى ثلاثة مصادر من حلفاء ميليشيا حزب الله تؤكد لرويترز ترجيحات بخسارة الحزب وحلفائه للأغلبية في البرلمان باريس تقول إن الوقت حان ليقوم الحوثيين بخطوة أولى من الموسى لصالح السلام وإعادة فتح طريق التعز سريعا مقتدى الصدر يتوعد الثلث المعطل ويؤكد عدم عودة العراق للمحاصصة الصحة العراقية تعلن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية موسيقى وزراء خارجية الدول السبع يدعون للعودة إلى الانتقال المدني بالسودان ويحثون على الرفع الفوري لحالة الطوارئ موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة أقر حزب الله بخسارته في الانتخابات اللبنانية ابذكرت ثلاثة مصادر متحالفة مع ميليشيا الحزب لرويترز أنه من المرجح أن يخسر الحزب وحلفائه الأغلبية في البرلمان اللبناني وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية في لبنان وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب القوات اللبنانية على عشرين مقعدا ليكون أكبر حزب ممثل للمسيحيين فيما حصل التيار الوطني الحر على ستة عشر مقعدا من أبرز المفاجآت التي شهدتها الانتخابات أيضا خسارة السياسية الدرزية المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان لمقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي وكانت صناديق الاقتراع أغلقت الأحد بنسبة مشاركة بلغت نحو 41% وفق النتائج الأولية من بيروت تنضم إلينا مرسلة الحدث غنوية يتيم لتطلعنا على نتائج الانتخابات لديها أيضا في الدائرة بيروت الأولى والثانية تفضل غنوة أولا اقتربنا من الساعات الأخيرة لإعلان النتائج النهائية وزارة الداخلية بحسب مصادر هناك تم انتهاء من أربعة دوائر تمت معرفة النتائج ولكن لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن هناك بعض التغييرات بسبب فرز أصوات المغتربين في بيروت الأولى كان هناك حظوظ للقوات اللبنانية بأن يكون لها ثلاثة مقاعد ولكن بعد فرز أصوات المغتربين بات لهناك للحقوات مقاعدين لللائحة المدنية مع بولا يعكوبيان مقاعدين وأيضا للكتائب مقاعدين وأيضا للطيار الوطن الحر وحلفائه أيضا مقاعدين يعني هذه الدائرة باتت متساوية بين التيارات المسيحية بالنسبة لموضوع حزب الله وحلفائه في المجلس النيابي إذا قمنا بتعداد بسيط يعني بحسب الأرقام الصادرة حتى الآن وكما ذكرنا هذه الأرقام من الممكن أن تتغير يكون للكتائب وحلفائه ستة مقاعد لللائحة التي تضم أسامة السعد والدكتور عبد الرحمن البزري إضافة إلى نائب مسيح ثلاث مقاعد للقوات ممكن أن يصلوا إلى 22 مقاعد الاشتراكي سبعة مقاعد لللائحة التي يرأسها اللواء أشرفي في ثلاث مقاعد لللائحة التي يدعمها الرئيس ميقاتي مقعدين لللائحة المحسوبة على المستقبل سابقا خمسة المقاعد للمجتمع المدني مقاعد واحد وأيضا هناك النائب ميشيل المور هذا يعني تقريبا أكثر من ستين مقاعد غير محسوب على حزب الله وحلفائه بمواجهة حزب الله خمسة عشر مقاعد التيار الوطني الحر بين 13 و 15 مقاعد وحركة أمل 15 مقاعد أي تقريبا يعني 45 مقاعد يعني حتى الآن بالفعل بحسب الأعداد يكون حزب الله قد خسر الأكثرية التي كان يتمتع بها التيار الوطني الحر لم يعد الحزب التيار المسيحي الأكبر وأيضا الحزب القومي خسر المقاعد في مجلس النواب قبل قليل كان هناك في إشكالات في جب جنين في البقاع الغربي بين مناصرين للائحة سهلنا والجبل بعد الحديث عن تلاعب بنتائج الانتخابات من أجل إيصال المرشح إليئة الفرزلة ولكن يبدو أن هذا الأمر قد حل كان هناك حديث عن أن الصندوق قد وصل كما هو من سوريا الأصوات في إليئة المرشح إليئة الفرزلة ولكن يبدو أن بحسب مصادر وزارة الداخلية بأن الأصوات لا تزال لسهلنا والجبل نعم شكرا لك على كل هذه الإضاحات من بيروت مراسلة الحداث غنوى يتيم شكرا جزيلا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 مشاهدين لم تتكشف النتائج النهائية للانتخابات النيابية اللبنانية لكن وبعد نظرة على نتائجه الأولية نجد أنها كشفت عن ميزان جديد للقوى السياسية فالنتائج الأولية أشارت إلى تقدم للقوات اللبنانية في العديد من المناطق كما أنها وللمرة الأولى ستكون ممثلة في منطقة الجنوب وتحديدا في جزين وفي طرابلس الشمالية بما يحجم الغطاء السياسي لحزب الله وما يسمى بمحور الممانعة بعدما حازت القوات اللبنانية على صدارة التمثيل المسيحي على حساب حليفه حزب الله رئيس الجمهورية التيار الوطني الحر في المقابل أربكة التراجع الملحوظ في نسب المشاركة الجميع مع تسجيل نسبة ناهزة 42% من خفاض بلغ نحو 8% عن نسبة 49.7% في دورة العام 2018 وشكلت نتائج وفرز أصوات الناخبين في دائرة صيدة جزين شبه نهائية ضربة للطبقة السياسية الحاكمة من خلال الفوز الكاسح لمرشحي لائحة تنتخب للتغيير أسامة سعد وعبد الرحمن البزري عن المقعدين السنيين في صيدة وفي جزين في الجنوب أيضا شكل فوز مرشحي القوات اللبنانية عن المقعدين الماروني والكاثلوكي انتصارا ساحقا على التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي أبرز المتضررين الثنائي الشيعي حتى لو حافظ على عدد نوابه في المجلس لكن أصبحت هناك مساحة حضور للمجتمع المدني في المجلس النيابي وذلك لأول مرة بعد إحراز القوى المعارضة والتغييرية والثورية خروقا جوهرية أصابت صميمة السلطة وزعزعت سطوة الثنائية الشيعي في بعض الدوائر الجنوبية والبقاعية فعلى الرغم من تقدم الثنائية الشيعي بشكل كبير في الجنوب الثانية لكن أصوات لائحة المعارضة في الجنوب الثالثة مرتفعة وفي بعبداء أظهرت النتائج الأولية تقدم لائحة الاشتراكي والقوات اللبنانية تليها لائحة أمل حزب الله والتيار الوطني الحر فيما لم يتضح بعد حجم النواب السنة لكن تبين أن حجم المقاطعة كان خفيفا بشكل عام وبحسب النتائج الأولية فإن الصورة التقريبية لمجلس 2022 ستكون مجموعة تكتولات ليست موزعة بين أكثرية وأقلية كالمعتاد أو بالشكل التقليدي إلا في حال توحدت جبهة المعارضين حملة أو حملت الانتخابات البرلمانية اللبنانية لهذه الدورة مفاجآت بالجملة وخرقات مدوية لحزب الله تمثلت أبرزها بخسارة كبيرة لتيار رئيس الجمهورية لصالح حزب القوات اللبنانية وخرقات واضحة للوائح حزب الله في البقاع والجنوب وخروج المحور السوري الحليف لحزب الله من البرلمان المزيد في هذا العرض نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل الأرقام الأولية في كل المناطق المسيحية تشير إلى تقدم القوات اللبنانية على الطيار الوطين الحر هذا يعني أن الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادرا على مدى 17 سنة لصالح حزب الله انتقل إلى مكان آخر وأصبح الآن يعي تماما ما يجري ومنها منطلق اختار القوات اللبنانية وفي إقرار غير مباشر بخسارته مقاعدة لصالح غريمه السياسي سمير جعجع اعتبر رئيس التيار الوطني الحرج بران باسي لأن التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في السابع عشر من تشرين مع أمريكا وإسرائيل وحلفائها وفق تعبيره موضحا أنه يجب انتظار الأرقام والنتائج وأن الفرز مستمر ومهما كان خيار الانتشار فهو يحترمه ومن جهته يشدد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على أن المطلوب الآن من القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد هو استكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا مضيفا أن الواقع اللبناني لا يتحمل الاستمرار في تجاذبات على حساب الأولويات أكد المرشح والنيابي عن حزب التقدم الاشتراكي أكرم شهيب أن صوت المغتربين صوت للتغيير واصفا كثافة المشاركين في التصويت بالتسونامي مشيرا إلى أن غياب الدولة والانهيار الاقتصادي والأزمات الأخرى هي التي دفعت اللبنانيين للانتقام من الطبقة الحاكمة ميصر بالتصويت الخارجي هذا السنامي شباب بمعظمهم صوت انتقاما للواقع السياسي لطيار العتمي في لبنان الذي يتزعه جبران بسيل وعمه رئيس الجمهورية وبالتالي وصلنا لهون نتيجة الاقتصاد الأسود الذي دعم نظام بشار الأسد على حساب الشعب اللبناني أيضا نتيجة هيبة الدولة التي فقدناها حينما القضاء والأمن هو الأساس في البلد بس يصير القضاء مسجون والأمن شبه فالت على الحدود اللبنانية السورية نوصل لهون فبالتالي بعتقد هذا الخط السياسي الممانع بين أهل اللهين هو الذي أوصل البلد إلى ما وصلنا له فكان الصوت الخارجي انتقاما لهذا الواقع على خطة الحشد الشعبي في العراق سارت ميليشيا حزب الله في الانتخابات النيابية اللبنانية عبر خطة الترهيب التي نجحت من قبل من قبل عفوا مع ميليشيا الحشد ومكنتهم من حصد مئة مقعد في المجلس النيابي وهي خطة تتم على مراحل ورصدت بوضوح في المشهد الانتخابي اللبناني تبدأ الخطة منذ الصباح الباكر حيث تحث الميليشيات أنصارها على الاقتراع مبكرا ثم تطوق مراكز الاقتراع بالبلطجية الذين شهدوا في مواقع عدة وتعتدي على مواكب المعارضين بالضرب خاصة في المناطق التي يخشى حزب الله فيها على مرشحيه من السقوط حيث الصوت السني والمسيحي هو الغالب وشهدت هذه المناطق وقوع اهتداءات متسلسلة ومنظمة وفقا لما رصدته وسائل الإعلام المختلفة وقيادات ومسؤولون رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حذر من أن ما شهدته بعض مراكز الاقتراع يشكل انتهاكا صارخا للعملية الانتخابية وتعرضا فاضحا للحرية وأقر المحافظ بشير خضر محافظة بعلبك الهرمل بحصول هذه التعديات مؤكدا أنه بعد طرد مندوبية القوات من أحد المراكز تمت معالجة الأمر وعادوا إلى المركز كما استدعت هذه الاعتداءات تدخل الجيش اللبناني كما حدث في مزرعة السياد جبيل وأخرج المعتدون مع المندوبين من مراكز الاقتراع ونشرت جمعية لادي لمراقبة الانتخابات المخالفات التي رصدتها وتعرض مراقبيها للتهديد والضرب في عدد من المناطق على أنصار حزب الله وحركة أمل كل هذه الانتهاكات بدأت منذ ثانية عشر ظهرا بعد تصويت أنصارهم قال النائب المنتخب فؤاد مخزومي في مقابلة خاصة مع الحدث إن الأيام القادمة ستظهر كتلة كبيرة ضد حزب الله واستطعنا تقليل عدد المقاعد الخاصة بالحزب في البرلمان اللبناني بمعزل أنه النتائج النهائية ما طلعت بعد بس كل شيء يلي اليوم التحليلات والموجودة فيها أنه الأرجح سوف ننتصر مثل ما قلنا بالزمنات نزلنا حزب الله من الواحدة وسبعين نائب بالمجلس لتحت الخمسة وستين وإن شاء الله بالآخر تكون أخذنا نحن الأكترية وبهالطريقة فيها فعليا نبتد التغيير ونرفض هالشيء اللي كامل موت التغييري اللي عم يصير لن يتجرأ أي شخص يلي هو فعليا مش تحت هيمنة حزب الله أن يشرح حزب الله أو يعطيه شرعية بأي شكل ما مش أنهيك كل هالكوة يلي كانت بالآخر مسعدة تكوني على طرف بالنص يعني بدأ تاخد قرارة هي يا مع المعارضة يا مع حزب الله وبعتقد كتير لح نشوف من الأشخاص ما قفوا لحصفي أوضح ما بقى أرمادي ولح نشوف في كتل كبير اللي هتكون مبقى أنا الطريقة يلي عم يندار فيها مجلس النواب بعتقد منها طبيعية الطريقة بتمرير القوانين ببحث القوانين لأنه أنا اللي شفته بمجلس النواب مركز الفساد الأساسي مش الحكومي الحكومي بتنفذ ما يقرره مجلس النواب لكن الفساد هو بمجلس النواب من يشرع الفساد وأنا بالطريقة اللي عم يندار فيها المجلس فعليا نحن منكون شركاء بالفساد إذا رجعنا نفس الإدارة اللي كانت موجودة بالماضي أنا بالنسبة لي لي لن أصوت لن رئيس بري كرئيس مجلس النواب أنا بعتقد اليوم بدنا نتطلع بعد هذه مرحلة الانتخابات إنه لبنان فات على مرحلة جديدة بحياته ما بدي سميها الجمهورية الثالثة بس أكيد فتنا كلنا اكسرنا حاجز الخوف اكسرنا هالرهبية اللي كانت فارضة علينا باستباحة لبنان بعد ما استباح بيروت بالألفاواتمانة اليوم إذا قدرنا نحن ناخد الأكترية نمنع أي رئيس وزارة غير إصلاحي أول شيء يدعف فيها يعني نحن شلنا الشرعية عن سلاح حزب الله ساعة حزب الله إذا بدي خلي سلاحه صفق خارج الشرعي وهون صفق قوتنا نحن كمعارضة لحتى نجيبه للطاولة ونلاقي معادلة يسحب سلاحه لأنه لا يمكن بناء دولة لا يمكن بناء قضاء لا يمكن الدعوة للاستثمار بوجود سلاح غير شرعي لمناقشة هذا الموضوع من مدينة صيدة جنوب لبنان ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي أهلا بك معنا دكتور سأبدأ معك من العواجل رويترز نقلت عن مصادر أن ميليشيا حزب الله وحلفائها لن تحصل على أكثر من 64 مقعدا من أصل 128 ماذا يعني ذلك لحزب الله وتواجده في البرلمان اللبناني ومصادرة القرار اللبناني بشكل عام يعني تحياتي لإلك تهاني ولفريق العمل في الحدث والمشاهدين هذا يعني بكل تأكيد أنه لن يكون برلمان إبراهيم رئيسي وبالتالي لن يستطيع الذهاب للقول أنني سيطرت على الأكثرية وخاصة بأن هذه الانتخابات كسرت الخوف واخترقت المحرمات الذي كان وضع حزب الله لشخصيات كانت تتكرر دوما وهذه الشخصيات هي ودائع سورية وبالتالي هذه الانتخابات قالت لا بالرغم من أن التزوير كان واضح من كل الاعتراضات وكان يمكن لللوائح أن تجلب أكثر أصوات وتحصل على حواصل لكن الممارسات والوضع الأمني والوضع الاقتصادي للمعارضة منعها كثير من أن تحصل على حواصل أكبر نحن قلنا بأن لا أحد يستطيع إزاحة أحد لكن الأكثرية لن تكون بيد حزب الله ولن يشكل حكومة حسان ذياب جديدة ولن يمثل سنة بطريقته ولن يمثل شيع دروز على طريقته الخاصة وبالتالي أزاحة وجوه كان يعتمده حزب الله لمن أجل زكزكة الطوائف التي سقطت وبالتالي ذهبت إلى غير رجعة هذه المناطق سجلت نفسها يمكن النقطة التي كان يعول عليها حزب الله هو عدم الذهاب السني للانتخاب بالرغم أن المشاركة كانت ضعيفة لكن السنة بغض النظر قالوا كلمتهم وخاصة ما شهدناه بصيدة أن صيدة قبعت قبعها وذهبت لتصوت لأسامة سعد عندما هدد أسامة سعد سوف يتم إسقاطه لأنه احتضن الثورة وكان رجل الثورة وبالتالي لم تنجح فقط لائحة أسامة سعد بل نجحت يعني قبعت هذه اللائحة لائحة شريك الممانعة في جزين وحصلت على خمس أصوات وهذا ما يعني بكل تأكيد أن الحزب سوف يذهب إلى ليس كتلة موحدة معارضة وإنما كتلة معارضة انبتقت من 17-20 وهذا سيكون لها قولها وخطابها السياسي الواضح وليس خطابها التكتيكي الذي سيحصل ضمن طيب دكتور خالد العلاقات اللبنانية العربية وأهميتها هل ممكن أن تبدأ يعني بوادر أمل في عودة هذه العلاقات بشكلها السابق أم هي الأمر مرتهن بالنتائج النهائية مرتهن أيضا بالتحالفات التي ربما تعزز من وجود الحزب أو فعلا تحقق له خسارة مدوية في الأيام المقبلة يعني إذا شاهدنا التخويف والترويع الذي باشره الحزب في عدة مناطق هو لتخويف الناخب المسيحي ضمن منه أنه يستطيع بهذه المشاكل أن يمنع وصول يعني الناخب القوات إلى الاقتراع وبالتالي يؤمن حواصل لشريكه ومن هنا كان ينظر إلى أنه يغلب عليه الطابع الأكثر لأن المنتخبين ينزلوا لينتخبوا لصالح الدويلة وهذه الدويلة لها أجندتها الخاصة أما الآخرين نزلوا ليصوتوا لصالح الدولة وهذا فرق كبير ما بين الدولة والدويلة الدولة التي تريد أن تنتمي إلى الأحضان العربية لأن لبنان هو جزء من الكتلة العربية الكبيرة هو جزء من التضامن العربي هو جزء من العلاقات العربية الدولية ولا يمكن للبنان أسره وإبعاده عن هذا المحيط ووضع لبنان تحت الأجندة الإيرانية للتفاوض عليها في مفاوضاتها مع أمريكا لذلك هذه الانتخابات سيكون لها إطارها الخاص في عملية تشكيل رئاسة الحكومة ومن هو الرئيس وكيفية تشكيل هذه الحكومة وما هي مشاريعها القادمة وكيف ستكون انطلاقا للوصول إلى رئيس ليس يفرد بواسطة ضندقية حزب الله كما عرف عنه النائب السابق نواف الموسى وإنما بواسطة التوافق الدولي لكي يكون هذا الرئيس ليس معطلا بل مسيرا لأعمال لبنان وإنقاذه من الأزمة والانهيار الذي وصل إليه هذا البلد لذلك يعول أن تكون هذه الكتلة التي يمكن أن تكون من 11 إلى 15 نائب هم من رحم الثورة 17-20 لن يساوموا لن يفاوضوا وسيقفوا بوجه المنظومة وبوجه حزب الله والممانعة ويقولوا كلمتهم لأنهم وقفوا في 17-20 وقالوا هذه الكلمة طيب ما هي أهمية أن إنشاء جبهة سيادية تضم معارضين الشيعة في المرحلة المقبلة ومن ممكن أن يعمل عليها؟ معارضين الشيعة معارضين للحزب يعني من ممكن أن يعمل عليها؟ يعني هذه الجبهة السيادية يجب أن تكون هناك مجموعات يجب أن تكون هناك نواب شخصيات شيعة عربية لها وزنها لها سطلها أكاديمية يعني هذه المجموعات يجب أن تحتضن ولأن الشيعة هم جزء من البلد ولا يمكن ويجب التمييز ما بين موقف حزب الله وعلاقته بإيران لأنه هو جندي عند ولاية الفقه وما بين الطائفة الشيعية الكريمة التي هي جزء لا يتجزأ من تركيبة لبنان الاجتماعي وبالتالي احتضان الشيعة في جبهة يعني احتضان الموقف العربي لكل الأقليات ولكل المواطنين العرب شكرا أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي كنت معنا من صيدة جنوب لبنان شكرا جزيلا لك مشاهدينا ننتقل الآن إلى استوديوهاتنا في بيروت ومع الزميل حسين الشيخ وضيفه زياد عبدالصمد وطوني بولوس أهلا بك معنا حسين تفضل الكلمة لك شكرا جزيلا لك تهاني مرحبا بكم مشاهدينا تواصل الحدث تغطية ملف الانتخابات النيابية اللبنانية التي انتهت بالأمس والنتائج تتلى تباعا حتى اللحظة بانتظار المؤتمر وزارة الداخلية لإعلان النتائج بشكل نهائي يسعدنا أن تكون في هذه الدقائق ويكون الضيوف الأستاذ زياد عبدالصمد الناشط السياسي مرحبا بك أستاذ زياد وكذلك الكاتب الصحفي الأستاذ توني بولوس مرحبا بك أستاذ توني أبدأ معك أستاذ زياد وفق النتائج التي هي الآن منتشرة على وقاع الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واللوائح نستطيع القول بأن لبنان نحو التغيير؟ حكما أنا بعتبر أننا دخلنا بمرحلة جديدة خليني أقول أنه كنا متوقعين أنه يصير في مفاجآت ولكن الشعب اللبناني هدانا وهذا قوى التغيير مفاجأة أبعد بكثير مما كنا نتوقع ناخد بعين الاعتبار أنه نحنا كنا عم نخوض معركة غير متكافئة بالكامل إذا بتحكي على قانون الانتخابات اللي صيغة ويعني فصلة على قياس القوى الممانعة على قياس جبران بسيل وبعض الأطراف زائد أنه الجو السياسي العام اللي كان ضاغت ونحنا خلينا نشوف شو صار قبل الانتخابات قديش مور يصير ضغوط على مرشحين قديش مور يصير ضغوط على الناخبين بشكل عام وقديش صار في محاولات لأنه يضغطوا على الناس لحتى مت تصوت للتغيير رغم ذلك كان فيه انتصار حقيقي كاسح لقوى التغيير يلي بتصور أنا أنه عم بأسس لمرحلة جديدة على كلنا حتى ما نفرد بالتفاؤل بعد في عندي أنا مطبين المطب الأول أنه من هلأ لأعلان النتائج بعد فيه احتمال أنه هايدي السلطة اللي عودتنا أن تتصرف بقليل من الأخلاق وبكثير من الفساد أنه يقدروا يتلاعبوا بالنتائج ولكن مهما تلاعبوا بالنتائج صار فيه كتلة وازنة ممكن تكون بمجلس النواب والمطب التاني أو الخطر التاني هو المرحلة التي ستلي الانتخابات وقدرة هذه القوى على أنه تصنع سياسات باتجاه المستقبل وتقدر عملياً تخط التغيير لأنه لن يسلم الطرف الآخر بهزيمته بسهولة وبالتالي سيستشرس للدفاع المصالحين ولديه خبرة في مسألة التعطيل سأسألك عن هذه النقطة على وجه التحديد أستاذ زياد أستاذ توني من المبكر القول بأن ثمت انتصار لقوة المعارضة لقوة سمت نفسها سيادية أو لا بالفعل هذا واقع ولابد أن يسلم به برأيي خلص انتهت الأمور الشعب اللبناني انتزع الأكسرية النيابية من قلب حزب الله وأسقط قتلة قاسم سليماني بالمجلس النيابي وصار فيه قتلة مستئلة وحرة ولبنانية وعربية بالمجلس النيابي هالكتلة التي تشبه الشعب اللبناني قتلة قاسم سليماني كيف؟ قتلة قاسم سليماني من هي قتلة قاسم سليماني؟ المؤلفة من الأحزاب يلي يتبعون إلى نهج قاسم سليماني يلي بيديرون حزب الله يلي هن الطيار الوطني الحر يلي هن كتلة المرضى يلي هن حزب القوم السوري وكل الأحزاب الزمية التي تتبع لميليشيا حزب الله ولييران صحيح هي أحزاب لبنانية وبأسماء لبنانية وجزء من المقونات اللبنانية ولكن بالولاء وبالسلوك السياسي كانت إيرانية بامتياز هذه الكتلة النيابية التي كانت مقالفة من 73 نائب وهي كتلة قاسم سليماني هي اللي أخذت لبنان وخطفته باتجاه المحور الإيراني وهي اللي كانت مسيطرة على الشعب اللبناني وخطفة الشعب اللبناني وأوصلت لبنان إلى الفساد وإلى الانهيار إلى هذا المطر وهي اللي سببت له العزلة العربية والدولية اليوم بهالانتخابات وقت الشعب اللبناني انتزع الأكثرية من قلب حزب الله وأقولها من قلب حزب الله لأن الأصوات كانت واضحة أن من قلبهم اللبنانيين انتزعوا هذا الانتصار الصاحق واستطاعوا أن يقولوا ويصرخوا للوطن العربي وللمجتمع الدولي أن من يمثلون على حزب الله وهذه الطغمة الحاكمة لم تكن تمثل يوماً اللبنانيين إنما كانت قوة احتلال في لبنان والشعب اللبناني يواجهها اليوم اليوم في المجلس النيابي فيه كتلة سيادية اليوم بدأت شكل يعرف جبهة سيادية وهذا مصطلح رح نسمعه كتير من هلأ أطالع هذه الجبهة السيادية يلي بتضم كل المقونات والأحزاب اللي انتصرت يلي تهدف إلى أن يكون لبنان سيد وحروة مستقل وبدي ذكرك أنه اليوم هالمعرك اللي خضناها وخاض الشعب اللبناني كانت على خيارين كانت إما مع لبنان وإما مع إيران من هذا المنطلق بصح تسمية كتلة قاسم سليماني على كل هالكوة السياسية المتحارفة مع حزب الله ويلي سقطت بانتخابات الشعب اللبناني طيب هذا اتهام متقدم سيد توني سأنقل لك ما يقول جبران باسيل عن الطرف الآخر كذلك لابد من باب يعني عدم وجود الضيف من الطرف الآخر أستاذ زياد إذا سمحت لي الجبهة السيادية التي تحدثت عنها الأستاذ توني يعني داخل البرلمان هذه الكتلة إلى أي حد تستطيع أن تقود مرحلة التغيير وبناء مؤسسات الدولة خاصة وأن الفريق الآخر الخاسر لديه خبرة في مسألة التعطيل عطل لبنان فترة حتى انتخاب الرئيس ورئيس حكومة وبيان وزاري حتى يأتي جبران باسيل وزيرة على كل خليني في بعض التدقيق اللي لازم نحكي فيه حكماً موضوع السيادة بالنسبة للبنان واللبنانيين بيشكل نقطة مركزية في الصراع اللي صار لأنه السيادة وأنا بفهم بالسيادة هي سيادة الدولة على كل قراراتها السياسية إن كان بالسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية أو بالسياسة الأمنية أو بالسياسات الدفاعية وحتى بمعزل السياسات الوطنية وأنت أشرت إلى القدرة التعطيلية اللي كانوا يتمتعون بها واللي فأدوها نتيجة الانتخابات عملياً لأنه هلأ صار فيه الطرفين عندهم قدرة على التعطيل وبالتالي صار فيه شوية تساوي بالموضوع بس خلينا ما ننسى إنه وحدة من التحديات الأساسية واللي المعارضة خاضت المعركة على أساسها هو الفساد وفيه مشكلة حقيقية هي إنه كان فيه تحالف بين هذا السلاح وبين الفساد إلى فترة معينة وبالتالي نحنا ما رح يكون في عنا مشكلة بإطار اللي سماهن جبهة سياسية سيادية بمواجهة السلاح ولكن في عنا توازنات مختلفة ستكون عندما نتحدث عن الإصلاح وما ننسى نحن أنه لبنان أيضاً بوجه التحدي بإطار الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والأزمة السياسية نحنا في عنا مشكلة بتطبيق اتفاق الطائف مثلاً في عنا مشكلة بتطبيق البنود الإصلاحية يلي نحن بحاجة إلى لنخرج من الأزمة الاقتصادية واللي صلنا سنتين ونصف بعد حتى الآن لم يقر أي قانون أو لم يتخذ أي تدبير إصلاحي في هذا المجال وبالتالي على هذه النقطة أنا برأيي في توازنات بدأت تكون شوي مختلفة إذن خلينا نحط الأمور بنصابة السيادة هي مفصلية ولكن أيضاً الفساد هو أيضاً مضمون أساسي للمعركة التي خيضت أنا بوافق بالكلام هنا أستاذ زياد إذا سمحت لي إجابتك تقودني إلى سؤال آخر وأعود إلى فكرة الأولى أستاذ أتوني هناك من يميز بين الفساد ويميز بين الفساد والسلاح في الداخل اللبناني الفساد يجب القضاء عليه أول وطرح قضية السلاح ثانياً أو ماذا؟ كيف يمكن التعامل في القضية هذه في الأيام المقبلة؟ يعني بتقدير ما فينا نفصل السلاح عن الفساد هنا قضية وحدة هذه المنظومة المستحكمة بالسلاح هي الفاسدة اليوم الفساد هو حظب الله لأن الفساد هي المعابر الغير شرعية على الحدود يلي أسقطت الاقتصاد اللبناني الفساد هي السيطرة على المعابر البحرية والجوية وهي الصفقات المشبوهة اللي عم بيقودها المنظومة وحدة فإذن الفساد والسلاح هن متلاحمين أنا اليوم حتى أقدر عيد الدولة وتكون في عنا نواجه الفساد علينا استعادة الدولة أولاً ولذا استعيد الدولة يجب أن نسيطر على السلاح الميليشيوي السلاح الإيراني في الداخل اللبناني وعندما نسيطر على هذا السلاح الإيراني نستطيع أن نبني دولة وهذه الدولة تلقائياً تخافح الفساد وتضع كل فاسد أمام القضاء اليوم المشكلة في لبنان ما في قضاء بس لا ما في قضاء لأنه في سلاح يهدد القضاء لأنه في عنا ميليشي حزب الله تدخل إلى قصور العدل وتهدد القضاء وتنعم وخير دليل تجربة مرفق بيروت وعم شفنا كيف المتهمين بالقضاء بيترشح على الانتخابات وبتجولوا بين الناس ما بيقدر القضاء والقوة الأمنية تغلق القبض عليهم لأنه بيحتموا بسلاح حزب الله فلذلك أي تقدم في لبنان يجب أن يبدأ بسلاح حزب الله هذا سلاح إيراني في لبنان وهذه ميليشي إيرانية أليس مبالغة؟ يمكن أن تقابل أن يكون هناك دولة لبنانية إيرانية ومن هنا لا يستطيع أن أفصل بين الطيار الوطني الحركة حالة لبنانية أو كونهم ملتصق بحزب الله هي حالة واحدة فاسدة ونتحكم بالسلاح بالدولة اللبنانية أسس بناء الدولة أستاذ زياد تحدثت عن هذا الموضوع يمكن بناء دولة في ظل وجود بعض التدخلات في مسألة القضاء في مسألة حتى ما أتى عليه الدكتور سمير جعجع بالأمس بأنه يجب أن يكون هناك رئيس برلمان يعود بالقرار اللبناني إلى اللبنان أكيد بوافق على اللي عمين حكى حتى ما أنفهم غلط أنه موضوع السيادة وسيادة الدولة موضوع مسألة أساسية وجوهرية وعندما أتحدث عن سيادة الدولة أتحدث عن قوة سياسية مسلحة قادرة أن تهيمن وتسيطر وتؤثر على القرار السياسي الداخلي إن كان بالقضاء أو بالاقتصاد أو بالسياسي بس كمان يجب أن لا ننسى أنه هناك مافيا تحتمي في ظل هذا السلاح حكما ولكن هذه المافيا مسؤولة إلى قدر إلى حد كبير عن الفساد وعن الأزمة الاقتصادية يعني إذا منحكي نحن على سوق النفط وسوق الطاقة ومنحكي على سوق الدواء منحكي على المواد الغذائية منحكي إلى ما هنالك من الخلوة وكل اللي انطصوا كل القدرات والموارد الوطنية اللي مصالح جيوبهم ويلي قدروا هربوا الأموال إلى الخارج وتسببوا بهذه الأزمة فإذا هولي كمان هنه جزء من المنظومة اللي تسببت في الانهيار الذي نراه بلبنان هلأ الموضوع هو هل يمكن الفصل بين الاثنين بين الفساد وبين السلاح أنا برأيي حزب الله ليس بعيدا عن الفساد يعني مش أنه فيه سلاح وفيه فساد هو أيضا مارس هذا الفساد من خلال التهريب ومن خلال المعابر غير الشرعية والشرعية أحيانا كتير ومن خلال كتير ممارسات ولكن لا يجب تبرئة القوى التي ساهمت في الفساد وساهمت في تدمير الدولي وما زالت حتى الآن مستفيدة من هذا المومنتوم وهيدي مثل ما حزب الله أثر فيه القرارات القضائية هي أيضا في تدخلاتها السياسية أثرت أيضا في القضاء بكثير من المحلات ولكنه في يوم الأيام سيد زياد يعني دائما النائب حسن فضل الله داخل قبة البرلمان يقول لدينا في الدرج العديد من الملفات وما طلع ولا ملف ولا مرة نعم تماما يعني ما السبب يعني هو تحالف أو هو مشاركة فعلية أول شي أنا خليني أقول أنه في بناء إذا نهار حينهار على رأس الكل لذلك هني كلهم سوا مضطرين يحموا بعضهم يعني عندما ونحنا على فكرة الملفات كلها معروفة ومكشوفة ومفضوحة يعني إن كان في الوسائل الإعلام اللبنانية وإن كان في الدوكومنتيرز اللي منشوفهم هون وهون وهون صاروا معروفين وبالاسم كل المسؤولين عن هذا الفساد وبالتالي إذا بدأ ينهار البناء سينهار على رأس الكل لذلك كلهم قلوا المصلحة أن يحموا هذه المنظومة وخليني أقول مدخل حماية هذه المنظومة هو النظام الطائفي هو التركيب الطائفي اللي عم بتصير اللي كل واحد ما احتكر تمثيل طائفي من هون أنا برأيي الشي اللي صار اليوم بالانتقابات النيابية يلي عمل خروقات بطل في حدا يقدر يعتبر أنه هو يحتكر التمثيل ما بقى في حدا يحتكر التمثيل المسيحي جبران بسيل بطل هو الممثل الأقوى للطرف المسيحي بطل في حدا يحتكر التمثيل السني وبالتالي نحن هلأ فتنا بمرحلة سياسية جديدة ولي ذلك بس أنا النقطة الجوهرية اللي عم أولى السلاح هو خطر داهم وأساسي وهي معركة حقيقية من أجل الحقيقة السيادي بس ولكن هذا لا يبرق ساحة من استفاد من هذه اللحظة يعني يحقق أرباح وبالتالي يعيس فسدا ويساهم في تدمير الدولة طيب استاذ ثوني شكل البرلمان المقبل كيف يمكن وصفه يعني باعتباري برأيي أنا يمكن عم يتفضل فيه أستاذ زياد متقارب ولكن عم نخلف يمكن على بعض التفصيل بإدارة الأمور برأيي هالبرلمان هو فيه أكسرية بين سياديين وتغييريين يلي بيشبهوا بعضهم بمكان ما وبيلتقوا على عموين عريضة بناء الدولة وإسقاط منظومة إيران في لبنان وبين قوة وسميناها قتلة كاسم سليماني هلأ التحدي الكبير جدا وهون مسؤولية النواب المنتخبين أنه ما يتكرر الخطأ السابق الخطأ السابق كان هناك أكسرية سيادية في المجلس النيابي ولكنها أخطأت عندما اعتبرت أن حزب الله هو حالة لبنانية يمكن الحوار معها واستقطابها وإعادتها إلى لبنان هذا المنطق هو الذي فشل حينها كوة 14 أزار وأسقطها لأنه في 2005 كانت كتلة كتلة الأكبر لـ 14 أزار ذهبت بمفهوم الحوار مع حزب الله أوصلها إلى حرب تموز 2006 وفي عام 2008 تحاورت مع حزب الله أوصلها إلى احتلال بيروت وفي 2011 انقلبت على حزب الله و2016 قتوا برئيس مشترك يعني كانت بهذا الإطار اليوم خيانة للشعب اللبناني أن يكون هناك حوار مع حزب الله هذا الحزب هو حزب إيراني بامتياز ليس له أي ارتباط سيوع الهوية في لبنان فإذا ما نروح معه حوار هي عملياً خيانة لبنانية الحوار يكون فقط تحت رعاية عربية ودولية أو مؤتمر دولي لا يكون بالمباشر لأن حزب الله هي منظومة دينية تدرك التقية سوف تستفيد من الوقت وتأخذ أمور ونصل إلى نهاية البرلمان ويسقط فلذلك اليوم نحن أمام مواجهة مع حزب الله هذا اللي ما نعرف مشهور نسميناها الجبهة السيادية لدي دقيقة أستاذ أوني وليستكمل الفكرة قتلة سيادية تواجه حزب الله ولا تهادنه أبداً هذه المسئولية الأساسية التي هي على هذه القتلة تسمح لي دقيقة واحدة أستاذ زياد سينتهي وقت المقابلة لبنان المستقبل القريب عندنا ثلاث تحديات هذه الكتلة البرلمانية الوازنة التي حصلت بدعم من الناس اللي عطتها التأييد عندنا ثلاث تحديات تحدي الأول استكمال المؤسسات الدستورية نحن بدنا نعين أول شيء بدنا ندقي برئيس مجلس نواب نعين رئيس حكومة وعندنا أتخابات بعد ستة شهر لرئيس جمهورية هذا أول تحدي ويجب أن نتمكن من أن نحقق فيه إنجاز ونكفي الإنجازات اللي حققانها الإنجاز الثاني هو الإصلاح السياسي المطلوب استقلال القضاء استكمال تنفيذ اتفاق الطائف بكل بنوده والإنجاز الثالث المطلوب والتحقيق الثالث هو الخروج من الأزمة الاقتصادية وبالتالي البدء بإقرار وتطبيق قوانين للإصلاح من إعادة هيكلة المصارف من المواضيع العالية بالكابتول كونترول وإلى ما هناك هؤلاء ثلاث استحاقات أساسية على هذه الكتلة أن تقدر تحققهم وبالتالي وإلا تكون سيادية أو لا على أساس المواقف السيادية حكما ولكن على أساس الشفافية والمسائلة والمحاسبة بدون شك شكرا نحن أخذنا ثقة الناس وعلينا بالآخر أن نكون على مستوى ثقة المواطنين شكرا بثلاثين ثانية تقول أن الشعب اللبناني أهدى الكوى السياسية والسيادية هدية سمينة عليهم عدم التفريض بها عليهم عدم المساومة للإتيان برئيس كالرئيس القاتم في بعبدة ولا حكومة وحدة وطنية اليوم يفترض أن يكون حكومة تشكيل حكومة من لون واحد وفق الأغلبية النيابية التي أرادها الشعب اللبناني شكرا جزيلا لكم الأستاذ طوني بولس الكاتب الصحفي وأشكر كذلك الأستاذ زياد عبدالصمد الناشط السياسي شكرا جزيلا أستاذ زياد شكرا أستاذ طوني بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت التغطية مستمرة نعود إلى الزملاء في دبي اشتركوا في القناة في سياق هذه الساعة أيضا أصدر مكتب المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ بيانا رحب فيه بالانطلاق أول رحلة تجارية من المطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان منذ حوالي ست سنوات ودعا لتنفيذ التزامة الهدنة والتحرك نحو استئناف العمليات السياسية وتحسين حرية التنقل داخل اليمن ومن هو إليه مشيرا إلى أن إحراز تقدم في فتح طريق تعز أمر أساسي رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ حوالي ست سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة بين الأطراف اليمنية ودعا المبعوث الأممي لتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام معبرا عن أمله في وفاء جميع الأطراف بالتزاماتهم بما يشمل الاجتماع للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات في اليمن وفقا لبنود اتفاق الهدنة تتحرك مع الله مع الله لمناقجة هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية أهلا بك معنا سيد فياض إلى هذه الساعة بعد ست سنوات من تعليق الحركة الملاحية في مطار صنعاء إقلاع أول رحلة تذهب إلى العاصمة الأردنية عمان ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل وهذا تلتزم الميليشيات الحوثية ببنود الهدنة لاستكمال هذه الرحلات طبعا هذه الرحلة تأتي في إطار الهدنة التي دعا لها المبعوث الأممي إلى اليمن والتي تتكون من خمس نقاط ومن ضمنها فتح مطار صنعاء وتأتي هذه الرحلة بعد العراقيلة التي وضعتها الميليشيات الحوثية منذ انطلاق الهدنة في 2 من أبريل الماضي وهذه هذه الرحلة أتت بعد أن قدمت الحكومة اليمنية تنازلات من أجل تحقيق انفراجة حقيقية للشعب اليمني ومن خلال إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام القوازات الصادرة عن الميليشيات الحوثية خلال فترة الهدنة وليس من أجل استغلال الميليشيات لهذه التنازلات والاعتراف بها كأمر واقع أو شرعنة الإنقلاب هذه الإقلاعات اتخذت من أجل تحقيق انفراجة ودعم للمواطنين الذين يريدون أن ينتقلون إلى الخارج للعلاج وأيضا النجاح هذه الهدنة واستمرارها هي مرهوم نعم نحن لن نركز أكثر الحديث عن الهدنة نركز عن حركة الطيران الآن سيد فياض كانت هناك دعوة السفير الأمريكي والبريطاني وأيضا حتى الأمم المتحدة على استكمال هذه الهدنة وفتح طريق تعز إلى أي مدى قد تكون فعلا هناك استجابة من الميليشيات الحوثية لفتح هذا الطريق طبعا الاختبار الحقيقي للميليشيات الحوثية وقنوحها للسلام هو التنفيذ هذه الخطوات الحقيقية من خلال فتح الحصار عن محافظة تعز وأيضا هو سيكون نجاح للمبعوث الأممي إذا استطاع المبعوث الأممي أن يحقق هذه الانفراجة لهذه المحافظة التي تحاصل منذ أكثر من سنوات من قبل هذه الميليشيات فإنها سيكون قد استطاع أن يحقق خطوة إيجابية وخطوة حقيقية في تحقيق السلام الشامل لليمن أما إذا استمرت الميليشيات الحوتية وعدم التزامها وتنصلها المستمر لهذه الإقراءات فإنه لا يمكن أن يتحقق شيء فالميليشيات الحوتية عهدناها منذ انقلابها على مؤسسة الدولة وانطلاق أول مشاورات في جنيف في 2015 كانت تضع عراق الحقيقية وتضع أيضا نقاط ابتزاز للحكومة الشرعية والاتحالف للمجتمع الدولي من أجل تحقيق مكاسب سياسية تستغلها للحجد وأيضا لتحقيق أي حجد المعارك العسكرية بطريقة طيب سيد فيض البعض يتساءل يعني الهدنة وقعت بين الطرفين في الثاني من إبريل ولكن الحديث عنها كان قبل إبريل تقريبا بداية رمضان يعني في بداية إبريل عذرا على لخبطة التاريخ ولكن كان ذلك برعاية من الأمم المتحدة إلا أن عملية تسيير الرحلات وأول رحلة جاء متأخرا يعني في فرق كبير في التوقيت ما بين التوقيع وتسيير الرحلات ما الذي أدى إلى هذا التأخير طبعا المعلومات والتقارير وأيضا اللقاءات التي تمت مع مكتب المبعوث الأممي كانت هناك إقراءات واضحة بأن يتم التعامل بشكل واضح مع الرحلات الصادرة أو القادمة من مطار صنعاء تزامنا مع الرحلات القادمة من مطار عدن وهو أن يتم رفع الكشوفات وأيضا أسماء المسافرين وعبر الوثائق الصادرة من الحكومة الشرعية لكن الميليشيات الحوثية حاولت أن تستغل هذه الورقة من أقل الضغط على المجتمع الدولي وعلى المبعوث وعلى الحكومة الشرعية من أقل إعجاب طيب اتضحت هذه النقطة أستاذ فياض ولكن سؤال أخير الآن اللي يسافروا عبر مطار صنعاء بيسافروا بجوازات السفر التي تصدرها الميليشيات الحوثية أم جوازات السفر التابعة للحكومة الشرعية أم ممكن الاثنين يقدروا يسافروا عبر الطيران طبعا بعد الخطابة التي تقدمت بها الحكومة الشرعية لمبعوث الأمم بأن القوازات الصادرة سواء من الحكومة الشرعية أو من قبل السلطات الميليشيات الحوثية في صناهية يتم السفر عبر مطار صنعاء إلى عمان لكن أعتقد بأن هذا لن يستمر كون المسؤولية القانونية والمسؤولية الحكومة اليمنية وضحت بشكل واضح بأن غير مسؤولة عن البيانات وعن الشخصيات التي تسافر عبر الوثائق الصادرة عن الميليشيات الحوثية ندرك قيدا بأن الميليشيات الحوثية من انقلابها استغلت سيطرتها على مؤسسات وزارة الداخلية وتحديدا القوازات بإصدار قوازات لعناصر سواء إرهابية أو قيادات لحزب الله والحرسة التوري في لبنان نعم إن شاء الله يكون في وقت موسع أكثر في النشرات اللاحقة لنناقش هذه النقاط بالتفصيل شكرا من القاهرة فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية من القاهرة شكرا جزيلا لك حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ما سماهم بالثلث المعطل في إشارة لحلفاء إيران من مغبة استمرارهم في تعطيل تشكيل الحكومة العراقية ما لذلك من أثار وخيمة على الشعب العراقي أيها الثلث المعطل إن وجدتم عذرا بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته فإن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأرة لن تكون بمأمن منها ولا تحين من دم زعيم تير الصدري أكد مجددا أنه لن يتحالف مع من سماهم بالثلث المعطل لتشكيل حكومة أم هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والف كلا فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت وقد جسم التوافق على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخبر واليابس كما يعبرون وقد أضره وبكل وضوح لكل ذي نظر فيا ترى إلى متى يبقى البعير على التلي سجلت وزارة الصحة العراقية ألفي حالة اختناق مختلفة الشدة بسبب عاصفة ترابية مبينة أن أغلب حالات الاختناق بسيطة إلى متوسطة الأنواع الجوية الآن في قضاء حديثة من عدم الرأي أعلنت وزارة دفاع الروسية إسقط ثلاث مقاتلة أوكرانية في خركيف وميكيولايف وجزيرة زميني في أوكرانيا وفي السياق قال حاكم خركيف إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن المنطقة وصلت الحدود مع روسيا جاء ذلك عقب شن القوات الأوكرانية لهجوم مضاد ضد القوات الروسية شرق خركيف التي تعتبر ثاني أكبر المدن في البلاد وسط استعدادات للتوجه نحو مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها روسيا شجعت مجموعة دول السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في السودان داعية للعودة إلى عملية الانتقال الذي يقوده المدنيون بالسودان مجموعة دول السبع قالت إن استئناف الدعم الاقتصادي للسودان مرتبط بتشكيل حكومة مدنية ذات مصدقية مشددة على الجيش إظهار التزاماته بالأفعال من أجل سودان سلمي ديمقراطي وأحثت المجموعة على الإفراج الفوري عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ مرحبة بالتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد في تسييرهم المشترك للعملية السياسية أنا تهاني الجهني أشكركم على كرم المتابعة ألقاكم بعد ساعة من الآن في مانيلا اشتركوا في القناة